وعود إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير أسطول قناة السويس البحري وما يتضمنه من قاطرات متعددة لاستخدامات اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وقد استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة ما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالي 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021 وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل استراتيجية تطوير القناة مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرية وما يضمه من قاترات متعددة الاستخدامات والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلو مترا والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة ترجمة نانسي قنقر